ارتكبت إيران عملا إرهابيا بإسقاطها طائرة ركاب مدنية هذا ما قضت به محكمة كندية في حكمها عن قضية إسقاط طائرة بوينغ أوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران في يناير من العام الماضي وجاء في الحكم الصادري عن محكمة أونتاريو أن إطلاق الجيش الإيراني صاروخين على الطائرة الأوكرانية كان متعمدا ويعتبر عملا إرهابيا بموجب القانون الكندي قرار غير مسبوق في القانون الكندي الذي لا يمكن من ملاحقة أي دولة في قضايا الدعاء المدني لكن قانونا سن عام 2012 يستثني الدول المرتكبة لأعمال إرهابية أو الدعمة للإرهاب حكم يفتح الطريق واسعا أمام مطالب بتعويضات كبيرة من طهران ويطالب المدعون أمام المحكمة الكندية حاليا وعددهم أربعة من أهل الضحايا البالغ عددهم 176 بتعويضات قدرها مليار ونصف المليار يورو من طهران كانت كندا قطعت علاقتها بإيران بعد ثلاثة أيام من إسقاط الطائرة الأوكرانية في سماء طهران واعترفت إيران حينها بإسقاط الطائرة بصواريخ جيشها معتبرة ما حدث خطأ غير مقصود لكن كل من أوكرانيا وكندا اعتبرت تقريرا لمنظمة الطيران المدني الإيرانية عن الحادث غير مقنع وغير كامل بعد أن برأسحة الجيش الإيراني من تعمد إسقاط الطائرة يذكر أن 55 كنديا و30 راكبا من مالكي الإقامة الدائمة في كندا كانوا من بين ضحايا هذه الطائرة المترجم للقناة